سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعظم سلاح يتسلح به العبد المؤمن الدعاء الدعاء هو العبادة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو نداء إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء تضرع إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء خشوع الدعاء صلاة الدعاء يبين ضعفك أمام الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحب الذين يدعونه وينادونه ويلتجون إليه نعم الدعاء الدعاء شيء عظيم فلذلك يستحب المؤمن أن يبحث عن أوقات الذين يستجابوا فيها الدعاء لكن لا يمنى أن يدعوا في كل وقت وفي كل حين في كل زمان وفي كل وقت لأن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يدعونه وينادونه بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون الله حتى دقيق طعامهم حتى في طعامهم حتى إذا سقط صوت أحدهم دع الله لأن الدعاء عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه ويناديه أقوى ما يكون العبد وقلب العبد وإيمانه بالدعاء الدعاء يرد القدر الدعاء الخير والبركة يقول ابن قيم عن الدعاء أنت رابع في كل الحالات إن دعوت الله فربما تستجاب لك الآن وربما يدفع الله عنك شرا قدر عليك قال وربما يدخره لك في الآخرة فترى الخير والنور يوم القيامة من أين الله؟ من دعائك الذي دعوته في الدنيا فاستجيب لك الآن الدعاء الدعاء فلذلك علموا حتى أبنائكم الصغار والكبار وبثوا الدعاء في البيت وانت راكب في سيارتك طالع اجعل الله سبحانه وتعالى دائما استمر في الدعاء عشان الله يوفقك عشان الله يعطيك البركة والخير دائما كن على يقيم مع الله وخاصة بالدعاء اجعل لسانك دائما يلهج بالدعاء فأسأل الله اجعلنا وياكم من المقبولين يا رب العالمين حياكم الله في برنامج ديوانية الواقع يوميا من الساعة التاسعة حتى صلت الظهور يا أهل ومرحبا بالجميع حياكم الله يا أهل ومرحبا حياكم الله يا أهل اليوم نورين وكل يوم ما شاء الله ما شاء الله